موسيقى أسنان أثناء الحمل وهل ممكن السيدة الحامل تروح لدكتور السنان ولا مش ممكن هو أحب أدوه بنقطة أن فيه حاجات مشاكل بتيجي في السنان أثناء الحمل من أنها تضخم الليسة وممكن يحصل نزيف أسناء يعني بتبقى الليسة حساسة شوية لكن دي حاجة شائعة جدا لكن السؤال التقليدي اللي بنتسقله أنا عندي مثلا عايزة أقلع درس أو عندي عايزة أروح أعمل بروت كنال أو علاج جزور هو ينفع روح لدكتور السنان والإجابة طبعا تروح لدكتور السنان طب يا دكتور ممكن أخد بنجي موضعي ما هديه بنجي موضعي ما فيش مشكلة أساسا في البنجي الموضعي ما تاخدي بنجي موضعي إيه تبدأ مش هأسرع أكيد مش هأسرع البيبي طب لو كتب لي موضات دحيوي أخده أخدي موضات الحمل ومعظم الموضات الحيوية أمينة أثناء الحمل وهو كده كده لما هكتب ليك موضات دحيوي هتكلمينها تقول لنا اسم الأدوية أو الموضات الحيوية أو المسكنات حتى اللي بتتبخذ أثناء الحمل موضم الحاجات اللي بيكتبوها أمينة جدا فطبعا أطروح لدكتور السنان لأن ما ينفعش تبقى أساسا سنانك فيها مشاكل أسناء الحمل دي تبقى عملية مزعجة للغاية الحاجة التانية اللي هو تقول أنا عندي في البيت قطة أوزحها ولا خليها وعندي كلب أوزحها ولا خليها لا خليه طبعا هو حدثي بسدى أن يكون عنده حيوانات أليفة دي حاجة جميلة جدا يعني ما عنده حيوانات أليفة طب ودي مش هتجيب لي مرض القطة لا هو مش هتجيب مش ده السبب الأساسي مرض القطة هو فكرة مرض القطة اللي هو اسمه العلمي توكسو بلازموزيز أو توكسو بلازما جوندياي ده هو أول ما اكتشف اكتشف العائلة القطة عشان كده لبس فيه الاسم اللي هو مرض القطة لكن هو ما بتنقلش أساسا اللي بنقدمين بالكثرة اللي هي الناس بتصورها من القطة هو موجودش في القطة والكلاب والخرفان والمعيز والبقر وأكتر مصدر حقيقي اللي أنه ينتقل للإنسان هو اللحمة اللي مش مطبوخة كويس وممكن يتنقل عن طريق السلطات الدبان بين الحواصلات بتاعته بيحطها في السلطات يعني إذا الأكل اللي مش مخصول كويس واللحمة اللي مش مطبوخة كويس لأساس نقل المرض اللي هو التوكسو بلازموز اللي هو متعرف عليه باسم القطة بس لا ما تتخللوش طبعا عن الحواصل القيفة اللي عندكو وعادي يتبقى معاكو في البيت طبيعي جدا بس هو إحنا مع أول حمل بنعمل حاجة اسمها أجسام مضادة نشوف إذا كان عندك مناعة من مرض التوكسو بلازموز ولأ فلو كان عندك مناعة خلاص ما عنديكيش مناعة بنقول لك أخدي بالك اطبوخ اللحمة كويس واخسلي الخضار كويس والحيوات الأليفة اللي عندك ما تطلعهاش بره عشان ما تتعديش من أي حاجة في الشارع وعاين ترجع تنقل هالك تاني وموضوع بسيط جدا 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 فإحنا بقول لا خلوا عندكو الحيوات الأليفة طبعا ما تخلصوش منها شكرا